موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية امفاند كنت مشاهدين اهلا بكم وفي المستهل ترأس صاحب سموية الملك الأمير مولاي رشيد اليوم بمركز المعارض محمد السادس حفلة افتتاح دورة الخامسة عشر لمعرض الفرس للجديدة الذي تتواصل فعالياته لغاية السادس من أكتوبر تحت شعار تربية الخيول في المغرب الابتكار والتحدي ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبدالله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفرسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي بجولة عبر مختلف فضاءات وقرى المعرض حيث زار سموه قرية الدعمين وأروقة المؤسسات وقرية المرابين ودار الصانع والقرية الدولية وقرية الفن والثقافة وفضاء الجهات مع ذلك تابع صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد بالحلبة الرئيسية عروضاً في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب وعقب ذلك توجه صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد إلى فضاء تبوردة حيث تابع سموه عروضاً في فن تبوردة قدمت ثمانية عشر من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة في موضوع آخر أجرى وزير وشؤون الخارجية وتعاون الأفريق والمغاربة المقيمة بالخارج سيد نصر بوريتام سلاحد بنيويورك على هاميش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مباحثات مع المبعوث الشخص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية السيد ستيفان ديمستورا بطلب من هذا الأخير وفق ما أفض به بلاغ للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة وأوضح البلاغ أن هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال شكلت مناسبة لاستعراض الدينامية الدولية الحالية بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المملكة على صحرائها والتي تؤيدها العديد من الدول لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي انطلقت اليوم الاثنين بواشنطن شغال اجتماع الوزاري الحادي عشر لتحالف الدول ضد تنظيم داعش بمشاركة المغرب الذي يمثله وزير الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وفي كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكين أكد المسؤول الأمريكي أهمية مجموعة التركيز التابعة للتحالف الدول لهزيمة داعش الخاصة بأفريقيا التي يرأسها كل من المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة العربية السعودية من أجل مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية ولمواجهة هذا التهديد المتنامي يضيف السيد بلينكين خلال هذا الاجتماع الذي تحضره وفود من 87 دولة شكلت الولايات المتحدة والمغرب وإيطاليا في 2021 مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا التابعة للتحالف مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى مجموعة التركيز في السنة الماضية في خبر آخر ثمن وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف اليوم الاثنين برباط جهود صاحب الجلال الملكة محمد السادس رئيس لجنة القدس لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياها العادلة وأشهد الوزير الفلسطيني في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بجهود جلالة الملك والمملكة المغربية لدعم ونصرة القدس والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من أجل الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني من جانبه جدد السيد بن سعيد التأكيد على الموقف التاريخ الثابت والراصخ للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس الداعم للقضية الفلسطينية في موضوع منفصل تم الإعلان بفاس عن أسماء الفايزينة بنهايات الدورة الخامسة من مصابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي جرت أطوارها بمدينة فاس ما بين السبع والعشرين والتاسع والعشرين من شتنبر الجاري عن بعد بمشاركة فروع المؤسسة في ثمانية واربعين بلدا أفريقيا نهائيات هذه المصابقة تميزت بمشاركة مائة وثمانية عشر متسابقا ومتسابقة منهم اثنى عشر من الإناث تنفس على المراكز الأولى في أصناف المصابقة الثلاثة من الحفظ والتجويد وأشرفت لجنة تحكيم المصابقة المكونة من أعضاء من المملكة المغربية ومن بلدان أفريقية أخرى حضوريا من فاس على تقييم وتنقيط المتسابقين والإعلان عن الفائزين عبر تقنية التناظر المرئي احتضنا المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية برباط نسخة ثانية من فعاليات الأبواب المفتوحة مبادرة تندرج في إطار تفعيل برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم عام 2024 تقرير لهشام فرحال المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية بالرباط يحتضن النسخة الثانية من فعاليات الأبواب المفتوحة المبادرة المنظمة بتعاون مع جمعية بيكالا بايكس تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية يستقبل مجموعة من الأطفال في إطار الشراكة مع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وأيضا جمعيات المجتمع المدني وهو يقدم مجموعة من الأنشطة التعليمية المجانية الهدف منها تلقين الأطفال مبادئ السلامة الطرقية ويوفر المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية فضاء تربويا يحاكي مختلف الوضعيات المرورية التي تناسب سن ومستوى إدراك الطفل ويهدف إلى التعرف على مكونات الفضاء الطرقي واستئناس الأطفال بقواعد السير والمرور فضلا عن التحسيس بمخاطر حوادث السير ومخلفاتها اختتمت بالدار البيضاء اشغال دورة الرابعة والعشرين للأيام المغربية للبيولوجيا السريرية التي تنظمها الجمعية المغربية للكيميا السريرية والبيولوجيا الطبية تقرأ لشيماء بك بالدار البيضاء اختتمت أشغال الدورة الرابعة والعشرين للأيام المغربية للبيولوجيا السريرية التي تنظمها الجمعية المغربية للكيميا السريرية والبيولوجيا الطبية على مدى الثلاثة أيام عرف هذا الحدث العلمي تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المتنوعة والهامة ذات السلة بمستقبل البيولوجيا الطبية. المشاركة في الأيام المغربية للبيولوجيا السريرية هي دائما شرف كبير بالنسبة لي. هذه الدورة تميزت بتقديم محتوى علمي جدغني وبمشاركة عدد مهم من المتخصصين فضلا عن الجودة الاستثنائية للمتداخلين. الأيام المغربية للبيولوجيا السريرية في دورتها الرابعة والعشرين حققت نجاحا كبيرا بمشاركة ثمانمائة وخمسين منخرطا وتقديم أكثر من مائتي وتسعين بحثا من قبل الطباء متدربين شباب ومقيمين وباحثين في البيولوجيا الطبية. المشاركون في هذا الحدث ناقشوا أيضا الذكاء الاصطناعي ولأسيما معالجة القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدامه المتزايد في المجال الطبي. لقي تراث طبخ المغربي بكل تنوعه اهتماما كبيرا في الدورة السادسة لمعرض أليكانتي لفن الطبخ في جنوب شرق إسبانيا حيث حلت المملكة ضيف الشرف هذه الدورة. تقرير لرغدة قابلي. اهتماما كبيرا في الدورة السادسة لمعرض أليكانتي لفن الطبخ في جنوب شرق إسبانيا حيث حلت المملكة المغربية ضيف شرف هذه الدورة. جينا كنشرحوا لهم الكوزين المغربية دينا شوية غافيني بشغان بدلو حيث وما كيعرفوا دائما التواجن كبارين سكسو، دجاج، لحام. سكيفي عمنا لهم واحد طريقة اللي بالنسبة لي لهم غافيني مزيونا انديفيدويل. الجناح المغربي يجذب جمهورا كبيرا جاء لتذوق إبداعات كبار الطهات المغاربة. معرض أليكانتي أتحى للزوار فرصة اكتشاف ثراء المطبخ المغربي من خلال عروض الطهي وورشات العمل وجلسات التذوق. المنتوجات دينا لقات بعض إقبال كبير هنا من طرف الزوار دينا المعرض والمنتوجات هي عبارة عن تنديرو الشباكية، تنديرو ميلفاي، أملو، البريوات، وجامع الحلوية التقليدية المغربية. معرض أليكانتي لفن الطبخ وهو أكبر حدث للطهي في إسبانيا جمع هذا العام 120 نجمة مشلان و10 شموس ريبسول لإطلاع الجمهور والمنتجين على أحدث الاتجاهات والتخصصات والمنتجات الغذائية من إسبانيا ومن بلدان أخرى. دوليا قال حاكم ولاية جورج أنه تحدث إلى رئيس جو بايدن وقدم إعلان طوارئ عاجل بينما تكافح الولاية استعادة طاقة إلى مئة الآلاف من المنازل والشركات بعد أن ضرب لإعصار هلين الولاية مما أصفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل. هذا وانخفضت حالات الانقطاع عن تلك التي حدثت في وقت سابق من اليوم حيث تواصل شركات المرافق استعادة الطاقة وتسببت العاصفة في انقطاع الخدمة عن نحو خمسة مليون عميل ونصف كما تسببت الرياح والأمطار العواصف في مقتل ما لا يقل عن تسعين شخصا. أعلنت وزارة الشباب وثقافة وتواصل عن انطلاق دورة 22 الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2024 والتي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية. وأذكر بلاغ للوزارة أن هذه الجائزة تهم الأصناف الصحفية التالية. جائزة التلفزة، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة صحافة الوكالة، وجائزة الصحافة الجهوية، وجائزة الإنتاج الصحفي حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة رسم الكاريكاتوري. كما تشمل جائزة تقديرية تمنح لشخصية إعلامية وطنية سهمت إسهاماً متميزاً في تطوير الإعلام الوطني وترصيخ المبادئ النبيلة للمهنة وجائزة تقديرية تمنح للصحفيين المغاربة العاملين في مؤسسات صحفية أجنبية من داخل أو خارج المغرب ريادياً تويج المنتخب السعودي للفروسية بطلاً لكاس الأمم 2024 في القفز على الحواجز ضمن المحطة الثانية للدورة الثالثة عشر للدور الملك المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي أو المركب الملكي للفروسية وتبور دادار سلام برباط تقرير السكينة مسوية المنتخب السعودي للفروسية يتوج بطلاً لكاس الأمم 2024 في القفز على الحواجز وذلك ضمن المحطة الثانية للدورة الثالثة عشر للدور الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبور دادار السلام بالرباط تحت رعاية السمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تتويج الفريق السعودي جاء بعد أن أنهى المنافسات بمجموع نقطتين كجزاء متقدماً على منتخب إيطاليا الذي سجل ثلاث نقاط كجزاء أما المركز الثالث للمسابقة فعاد للمنتخب البلجيكي حامل لقب الدورة الماضية الحمد لله شكر الله وفقنا في الجارة أولى ما كنا متقدمين بس حمد لله كنا عارفين أننا في الجارة الثانية نقدر كمان نتقدم زيادة الفرسان السعودين زملائي في الفريق كلهم أفطال أخوي رمزي وأخوي خالد ومشاري كلهم ما شاء الله ما قصروا دورة هذه السنة التي ينظمها الدورية الملكية المغربية الدولي للقفز على الحواجز تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية تعرف مشاركة أجود فرسان الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة إلى جانب أبرز الفرسان الأجانب الذي يمثلون مختلف القارات وعطيت بيطانجا انطلاقة النسخة المتوسطية لرالي السيارات الكلاسيكية الذي ينظمه نادي السيارات العطيقة بيطانجا بحضور مشاركين مغاربة وجانب وجمهور غفير من أشاق هذا النوع من السيارات تقرأ لرغدا قبولي خمسون سيارة عطيقة تؤرخ للفترة الزمنية ما بين ألف وتسعمائة وأربعة عشر إلى حدود سبعينيات القرن الماضي تشارك برالي السيارات الكلاسيكية بعروس الشمال طنجا تظاهرة تسعى إلى بعث الروح في هذه السيارات العطيقة وتثمينها لما تشكله من تحف فنية تزداد قيمتها مع مرور الزمن رالي السيارات الكلاسيكية يعد فرصة للتعرف على هذا الصنف من السيارات من طرف زوار من مختلف الدول وكذلك لاكتشاف المؤهلات السياحية التي تزخر بها طنجا والمغرب بصفة عامة نشارك في هذا العرص الرياضي الذي هو بمثابة احتفالية بالسيارة العتيقة هنا في المغرب وإن شاء الله سوف نعمل كل جاهدين لكي نثبت التراث المغربي من خلال هذه الهواية الجميلة النسخة المتوسطية لرالي السيارات الكلاسيكية ينظمها نادي السيارات العتيقة بطنجا حدث يعرف حضور مشاركين مغاربة وأجانب وجمهور غفير من عشاق هذا النوع من السيارات طلقت بمدينة داخل منافسات الدورة الرابعة عشر لكأس العالم للكايت سورف ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاتحاد العالمي لرياضة الكايت الفين واربعة وعشرين والنسخة الثالثة من كأس العالم للوينغ الاتحاد العالمي لرياضة الوينغ الفين واربعة وعشرين وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لنتابع بالشاطئ فم البوير بالدخلة انطلقت منافسات الدورة الرابعة عشر لكأس العالم للكايت سورف والنسخة الثالثة من كأس العالم للوينغ فويل وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشارك في هذين الحادثين العالميين سبعة عشر دولة ممثلة بسبعين رياضيا من بينهم أربعة مغاربة في صنف الكايت سورف هذه البوطولة دبارها 14 عام ونحن نتضمها عام على عام كان المزيد دي المشاركين الهدف دينا هو في 2028 نوصل واحد لكيب إن شاء الله للجوز أولمبيك المشاركة اللي يشاركوا في الجوز أولمبيك باسم المغرب وباسم الوطن التظاهرة الرياضية المقامة إلى غاية السادس أكتوبر المقبل تهدف إلى الحفاظ على مكانة الدخل بوصفها عاصمة عالمية في مجال رياضة التزحلق على الأمواج ومدينة قادرة على تنظيم أحداث رفعة المستوى أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية بالدخل التي أصبح لها الآن إشعاع دولي كبير وأتمنى أن أحقق أرقاما جيدة في المنافسات التظاهرة من شأنها المساهمة في التحسيس بأهمية المحيطات ودورها في خلق التوازن الإيكولوجي مع تسليط الضوء على الوضعية الحالية للشواطئ في إطار حملة أطلق عليها إحم ما تحب أنقذ المحيط بذلك مشاهدين نكون قلوصان الختامي هذه النشرة نشكر لكم طيبة المتابعة في أماني الله شكرا